السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استطاع ماجنس كارلسون أن يفوز ببطولة حملة الألقاب لهذا الأسبوع الحقيقة كل يوم 3 الموقع الأخضر بيعمل بطولة حملة ألقاب واحدة بدري وواحدة متأخر البدري فاز بيها هانز موك نيمن المتأخر فاز بيها ماجنس كارلسون بس ده مش معناه أن كل المباريات اللي لعبها فازها ممكن تخسر وبرده تفوز بالبطولة في النهاية لو أنت جبت أعلى عدد من النقاط هعرض عليك شوية مباريات ومش عايزين يحرق نتيجها ويلا بينا في البداية ماجنس هيبدأ يلاعب كانددت ماستر تقييمه على النت 2557 اسمه جود شيرس بي أعتقد ده من إنجلترا وراجل لقى بيدأ ملك بمنتقى الهدوء ماجنس ده لوحدة أوينز ديفنس أو الدفاع اليوناني جريك ديفنس عاد بيسموه جريك ديفنس نايت سي ثري بيشب بي سيفن بيشب سي فور اي سيكس أفل الواتر كلام يبدو يعني منطقي وبسيط ديفور راجل خد بدائين في الوسط بمنتهى الهدوء وماجنس بدأ يضغط على الوسط بإنه يربط القطع بهذا الشكل عايز في الفي بيدأ اف ثري مفيش الكلام ده والآن ضرب الوسط بقطع جدير بالذكر إنه مفيش كيش واخد أي حاجة بدأ السيف مكانه والآن بدأ في بيدأ ماجنس أكل بالفيل وفي اللحظة اللي حس فيها جود شارس بي إنه بيكسر الأمور مع ماجنس والدنيا هتروء الحمد لله ماجنس كارلسون يقرر إنه يأكل ويعوج البياد ثم يأكل بالوزير ويلعب على إضعاف المربعات البيضة وإن البيدأ ده متأخر ما بيدفعش مالت لايك ولا لسه اشتركت في القناة أتفكرك بس ماشي طيب معلش يا جدعان هو الرجل ده عم ماجنس مش قلقان من النقلة دي وإنه ما يبيتش ولا إيه نايت إي تو آه ماجنس هيلعب نايت إي سافن يقفل السكة ويبيت بس البشب ممكن يطلع من هنا مثلاً وبعد كده ما ينفعش تبيت عشان هتسيب القطعة ماجنس يقولك انت بتقول إيه تبيت إيه وم نايت سي سيكس ماشي تبيت تبيت طويل احنا بنلعب ثلاثة زائد ثانية احنا مش بنلعب مطش كلاسيك انا لازم اعمل عدم توازن واشقل بالرؤعة عشان اكسب العلم دي وإلا ممكن يأكله ناي وسمعته تضرب في السوق كوين دي ثري الرجل عاوز يدفع البيد نايت اي فايت ادفعش البيد رجل انتشر ماجنس كمل انتشار رخ على العمود منطقي كوين سي فور تعال نهايات ونخش على البادئ الضعيفة وفضيت مكان للحصان يطلع كوين دي تو لا بلاش الصح كان يأكل اللي انه رجع والحصان وصل والفيل رجع والرخ لعبت اي فور عايز بايت شقة احتمال يعلق الرخ كده ويجوز مثلا اي حاجة ماجنس اف سيكس اصلي عايز اضرب الوسط وافتح العمود والرخ تعمل شقةوة ضد الوزير اتش ثري اه روك اي ثري اي فايف اتلعب عليها اتش ثري نفس للملك ولكن الان طبعا الانجين بيقول انت بتكسب بعد بيدق في بيدق ياكل بالحصان تلعب كوين سي فايف ربطه وعايز الرخ افرد مثلا الرخ مشيت الان حصان في بيدق تفوز بالمباراة ولكن اي فور لعبت ماجنس مكلش بيدق في بيدق فصاحبنا اكل اكل بالرخ نايت اف فور جواز الارخاخ على العمود المفتوح اكل اكل تعال انكسر ولكن هذا كان بلندر فادح ليه لان بعد ما تاكل اكل نايت سي فور نايت سي فور ماتيريال جماعة ماجنس يعني اضع على مستقبل هذا الشاب في 23 نقلة من البداية اوكي الجولة اللي بعدها ماجنس هيلعب بالابيض هيلعب كانديدت ماستر هذه المرة من كندا اسمه ايران ميندس اسمه على الموقع ريف كاندا على فكرة يعني انا اللي حطت اللقب وانا اللي حطت الاسم الاصلي يعني عشان لو تتوقع ان الحاجات دي حصلت ازاي لا يعني اعدت احضر شوية حاجات المهم نايت اف ثري بيدق في منتصف الرقعة جي ثري حيصان عايز شكله اي فايف مباشرة ماجنس قال له سي فور خد الاي فايف اللي نفسك فيها قال له مفيش معنى انا عاوز نفس البيدق وعايز دي جنبها يعني لو كالت اكل وافضل حاطت بدائين في الوسط ماجنس بيشب جي تو صاحبنا كمل انتشار تبييت جي سيكس بي ثري بيشب جي سابن بيشب بي تو تبييت نايت سي ثري اي سيكس دي فور كله ده افتتاح وتلعب قبل كده ومفيش حد احسن من حد في هذا الشكل عادة في هذه الاشكال اعشق جدا على لعبة او على نقلة البي ثري بس لما دي فور تتلعب اكتر حاجة احب جدا نعمل بيدق في بيدق بيدق في بيدق ونضرب الوسط بسي فايف مثلا بتبقى فكرة جيدة ولكن خصوصا بتبقى جيدة لو الوتر لسه ضعيف الوتر ده مش ضعيف الوتر ده عليه فيل وعليه حصان اصلا ممكن اكل البيدق لو عايز بس هنا البيدق الحصان بياكل يعني بيدق في بيدق بيدق في بيدق سي فايف اولا مفيش اي تاكتيكس على الوتر يعني فيش حاجة اسمها حصان في بيدق وحسب الفيل لا باكل عادي ففيش تاكتيكات واضحة الان الانجين مرشح سي فايف اللي بيست موف هنا دلوقتي نايت بي سيكس او سي فايف الاتنين ممتازين فالفكرة شغالة وموجودة بتتلعب ولكن رخ على العمود انا عايز اضرب الوسط كوين سي تو بي سيكس ماجنس هو اللي ضرب الوسط وضغط على هذا البيدق فحمي البيدق نايت اي فايف تعالى تعالى هات الوزير لأ تعالى انكسر بيشيب دي فور كسر بس على مزاجي بلاش انا كسر ودخلك بتمبو على الفيل كسر على مزاجي لو سمحت رخ على العمود ماجنس معافي لين ويلعبنا لا انتريستنج خلي بالك انك لو اكلت البيدق انا باكل البيدق بالمقابل وكمان بسيطر على العمود يعني تاكل ااكل ومش عارف تيجي تاني ابدا عشان الفيل واقف فصاحبنا مدخلش في حصان في بيدق ولعب كينج F8 F5 اكل وبعدين ماجنس طلب البيدق طبعا دي مش احسن نقل الانجين بيقول احمي بيدقك بقى بالبيشيب H3 مباشر ولو دفع البيدق يبقى لعب G4 افتح الرؤى عشان معاك في لين والراجل ده معافي لبس حزين فماجنس لعب F5 وبعين طلب البيدق بتاعه تاني ولكن هنا كان المفروض الخصم يأكل البيدق ويسيب البيدق ويكسر ثم يدفع البيدق هذا الشكل اثنين من عشرة على الانجين ولكن وانت بتلعب تلاتة زائد ثانية ضد ماجنس كارلسون الامور ليست بهذه البساطة انت مش قاعد رايق في التكييف اي نعم اتجو حاسه حر سيكة فهنزبطه ولكن انت مش قاعد رايق كده واخبالك ومشغل الانجين وبتشوف البست موف معها انت بتلعب ماجنس في بطولة عليها جوائز مادية بشيب اتش ثري الراجل لعب روك دي سيكس ينقلق وحشة ماجنس اكل لانك ما ينفعش تاكل البيدق خلاص باكل هنا الاول وبعدين باكل الفيل هل ممكن اعمل كده في النهاية عايز هنا وعايز هنا ولا حاجة لا بهرب بكش وبعدين بهرب تاني او بجيب الرخ لو عاوز فالرجل ضغط على البيدأ بقطعة زيادة ولكن ماجنس خلص من قطعة وخلص من تكسير ونتج بيدأ في السكة وبدأ يدفع البيدأ يدفع البيدأ يدفع البيدأ راح يلحى البيدأ وقع بيدأ ومعدين هات الرخ انا كمان عندي بيدأ وبدفعها على فاكرة هات البيدأ ده طلبوا ولكن دي كانت بيلندر عشان سمح بالكش بالطبيعي انه كان هل هيدفع البيدأ ماينفعش طب هل هيعمل كده طيب عشان يحمي بس دلوقتي يخلي بالك انا ممكن يأكل اصلا ولا ايه ورقي انجين بيقولك لا لو اكلت وانت رقيت اوه فيه تعويض فيه تعويض ماكلش اعمل كده اتحمنا بقى يعمل كفشة فكرة شكلها منطقي جات على بالي ما تزلنيش بقى مش كده المهم بيش بسيفور ده له كش كش مات وانتهت القصة طبعا اللي معاه بيدأ سالك في سابع مدعم بفيل دايما بيوع على الافكار يعني هو اللي معاه الضغط دائما اوكي اوكي هرم حط الفيل برا سلسلة البيادئ الحصانين ده لندن بالزبط لكن خسر النقل عشان بتلعب بسود بيشيب بي تو بيشيب دي سيكس ده الفيل بتاع اللندن بس بيتلعب بس اللي هو ده بقى بس المرضي هو بالسود كوينسي 2 نايت اي فور نايت اي فور كل واحد حط حصان ودعمه بالبيادئ بقى كانه دوتش ستون وول من قبل الجانبين ماجنس قرر يأكل وصاحبنا للأسف يعني هيلعب حلوة قوي ضد ماجنس وهياخد تفوقات أسطورية على ماجنس بص بي فايف فعلا لو تفتكر وانت بتلعب ضد اللندن بقولك اللعب هجوم على جناح الملك هاجم الستراكشر ده بالبيادئ حتى وانت بتلعب بالسود ضد اللندن خلي الفكرة دي في بالك A6 B5 B4 فالراج اللعب حلو جدا وبدأ يضغط على هذا الاضعاف ماجنس معاه تقريبا دقيقتين صاحبنا معادي اي او نص F4 A4 هرخم على الفيل C5 سابني مشي يا جدع انت الله 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 ماجنس بيخسر راجل ناتش بي ده راجل بعت فوق ثلاثة ضد ماجنس وبدأ انسى 9 G5 هات الفيل تعالي تعالي أكل المفروض يسيب الفيل ويروح يلعب على المتات تلعب H6 يلعب بشي بسي 3 ويكمل ماطشو معادي فوق خمسة لكنه دفع البيدئ بيني وبينك اللي معادي ده ينسى الكين كده وما يدفعهمش يستاهل بقى أكل البيدئ مش مشكلة مسامحك في البيدئ بشي بدي 5 بافتح السكن البيدئ التاني أنا بنعب شطرنج طبيعي منطقي لكن وانا باكل البيدئ أنا عملت تهديد هيبان صورته الكاملة بعد بشي بدي 3 أنا عاوز أكل تاكل أدي لك مات أوكي أوكي إن شاء الله خير ألعب مثلا روك دي 1 تديني كش مثلا أهرب فيش حاجة بعدين أكمل دفع بيدقي فالرجل جاله بانيك أتاك تقريبا لعب E6 كان مع 38 ثانية حرق نصه ملعب E6 أكل مش كانه مش حالف يأكل لو كالت ماجنس هيديك مات كوين جي 3 أنا عايز أن ألديك مات يا عم ماجنس قال له عايز أديني مات بالفيل ده ده اللي أنا باكله ده هو ده اللي اتفاق بقى تمانية للإسود في لحظة أعتقد دي اخسارة نفسية بحتة ماجنس لم الماتيريا لكلها ومشي لكن أنت تخيل أنك هنا مثلا عملت كده أقوله إيه ده خلص هجيبه وزير غصب عنه وبتاعه والحاجات دي بتاكل عادي والفيلين سفحين ده مرائب المربع ده وده يعني مفيش الكلام ده مفيش مفيش ماجنس يفوز هيقابل هكارو ناكامورا وهيلعب ضد هكارو حصان لو أنت لسه موجود لحد دلوقتي شكرا من القلب وبدأ موجود لحد دلوقتي ده معنان أنت مبسوط فما تنسناش في واحد لايك وواحد اشتراك يا عزيزي المهم دي فور جي ثري جي سيكس بيشف جي تو بيشف جي سفن تبييت أنا ليه بقرأ نقلة متقدم نقلة زيادة لا دي فور نايت دي سفن تبييت الحصان الآخر والآن ماجنس لو تلاحظ لسه ما قالش هيعمل ايه ببدأ سي فور ممكن نلعب بس بيث ثري بيشف بيثو نايت بي دي تو سي فايف والآن سي فور شكل سفار تبييت أكل أكل بالحصان وهنا الانجين لا يرشح اي فور وهذا لسبب وجيه ان مربع دي ثري هيكون دايما ضعيف فالانجين يرشح لك مثلا نايت اي فور عشان تحمل بي دا ولما يأكل تاكل ولو انت عايز تبقى تلعب اي فور في المستقبل ممكن تبقى تحضر لها باي ثري مثلا عشان ما يحصلش المنورة دي لكن ما يجنس لعب اي فور دي نقلة رقم ثلاثة على الانجين بس بعد نايت بي فور امشي نايت دي ثري هاتو هاتين تمتياز الفلين اسود بقى احسن قليلا جدير بالذكر انك يمكن ان تأكل هنا ولكن اسود هنا ممتاز بعد نايت بي سيكس عايز قطع وعايز يكسر والفيل دا سفاح فما يجنس لعب اي فايف الحقيقة اي فايف بتقول انا عزلت البيدق دا وعايز ارجع بيدي ولو انت لعبت دي في اي لحظة هيبقى فيه مشكلة على المربع دا فانا كامورة قال له ما تيجي نكسر قال له لا اصلا عاوز هذا الحصان يتعاون مع هذا الفيل على مربع البي سيفن فالرجل رجع مكانه تاني وماجنس رجع تاني خب مالك كل واحد فيهم معاه اكتر من دقيقة تعالالي 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 لا انا مش هكرر انا معايا بيدا ومش عايز اكرر بيش بيشي سيكس الحقيقة بيست موف وبتقول ان هيكارو شم ريحة ان ماجنس تراخة وعايز يكرر ويتعادل لا انا مش هتعادل فكر فيها قد ايه تقريبا دقيقة دقيقة واحد واربعين ثانية بقى معاه تلاتة واربعين ثانية دقيقة كاملة وجاب البيست موف ماجنس فكر دي ايه او اكتر وفي الاخر ماشي كده طبعا الانجن بيلعب نايت دي تو اربط نفسك هذا يعني انك في مشكلة دي ثري اعتقد اف فور مهمة ولكن نايت دي فايف الحصان سيكون سفاح فماجنس سابت دنيا ومشي لكن البيدأ بيتقدم هذا بيدق زيادة في مصلحة الاسود بي فور روك بي ايت ايج فور عايز ايفل السكة عالفيل بيشيب جي فور ربطو ممنوع كوين بي ثري عاوز اقفل السكة تيفل السكة مين تعالي بيدق سالك الروخ جات وقفت في وش البيدق والان اي سيكس اسود دينا بيكسب كوين اي تو والان كوين دي ثري فكرة منطقية في ربطة بنتغط على الربطة لو فكيت الحاجات تخسر فرق طب بدام انا كده ولا كده هخسر فرق معلش خل الفرق بهذا الشكل بس اخد منك البيدأ السالك ماجنس معاه ست ثواني ودي حاجة قلمة تحدث في البلدز اللي انه كارو معاه تلاتة وعشرين ثانية وبدأ العبنا لا رايق البدأ اتساب مش مشكلة الحصان ماجنس عمل مصيبة ليه لاني بقولك هات الوزير لو فضلت حامل حصان بتاعك هتدي لك كيش واكسب وزيرك فلازم تمشي وتسيب حصانك فرق وقطعة بقت رخ كاملة وكمان شوية تكتشف ان ماجنس هيخسر ليس لشيء الا لانه خسران ماتيريا الجامد جدا يصل مع رخ كاملة زيادة بتعمل ايه بتعمل ايه ويفوز هكارو ناكامور على ماجنس كارلسون الا ان كل هذا الذي تعرض له ماجنس كارلسون قد ايقظ المارد وريحي لعب هاند موك نيمن نايت اف ثري دي فايف جي ثري نفس السيستم نايت اف سيكس بيشيب جي تو جي سيكس بي ثري المراضي مش كده وكده لأ مقفلش الوطر بي ثري من بدري بيشيب جي سيبن بيشيب بي تو سي فايف سي فور دي فور والان فكرة ممتازة جدا محاولة كسر هذا الوسط بي فور مهمة تعلم هذه الفكرة لو حاولت تدعم خلي بالك في مشكلة على الوطر فلا يمكن ان تفعل ذلك نايت ها هنا ولكن ماجنس يعشق المساحات جادير بالذكر ان دا مش بيدق ببلاش ولا حاجة يعني فيه تعويض ممتاز عن هذا البيدق المساحة بتاعتك اللي هنا بوزط وانا باخد وسط وسط قاتل يعني حلوة وسط دي باخد وسط قاتل بي فور بي فور بي فايف الحصان يعود الى الوراء تبيت تبيت والان يضرب الوسط على الهادي اكل ليه اكل لانه لا يستطيع ان يدعم الوسط مالحصان رجع اكل اكل وبعدين كمل انتشار اي فور هو دا اللي حيلة ماجنس المساحة اللي هنا وكمان لو جيت ارجع مكانك اوكي نايت بي سيكس جاءت على اي حال مان فاش اقولك ارجع مكانك مباشرة علشان البيدق دا متعلق بيست موف تلعب دي ثري ولكن ماجنس نايت اي ثري هي دي مش حلوة مش فكرة مش حلوة لكن هتشوف كمان شواني في حاجة هتحصل مش هتعجبك ماجنس هانز لعب اي فايف والان دي فور نايت جي فور هاتي البيدق احمل البيدق دا ازاي بيست موف روك اي وان بس النقلة الاكثر منطقية وراحة كوين اي تو ولكن كوين اي تو ازاي بلندر عشان بسيب بيدق كامل ببلاش لحسن الحظ هانز ما شافش البيدق ولعب النقلة دي بيضغط على هذا البيدق ولكن الان بقدرة قادر نايت سي تو تأتي البيدق يتحمي والبيدق دا يتحمي سبحانه بيدق في بيدق اكل بالفيل بيست موف تاكل بالبيدق والانجين ميدي تفوق جيد جدا للابيض لكن اكل بالفيل كوين سي سفن سي فايف امشي نايت دي فايف رخ على العمود الفيل ينتشر بي سيكس رجع طبعا ماجنس معاه اتنين على واحد لو قدر في اي لحظة ينتج بيدق سالك مع الفيل اللي على الوطن السفاح ستنتهي المباراة الحصان يعود الى الورق بيست موف هنا نايت ايكس بي سيكس وتاخد البيدق مشافهاش ورجع نايت سي فور يعني يعني ربنا شطرها مع ماجنس مرتين مرة لما ساب البيدق ببلاش وما انتاخدش ومرة لما ساب البيدق ببلاش وما انتاخدش فاة نايت اي فايف اه في حاجة كمان كنت عايزة محضرها لك عايزة اقول لك عليها بعد نايت دي تو بدلا من نايت دي تو دي اللي خلت الشكل صفار الانجين يقولك لعب اتشي ثري طب لما الحصان يمشي البيضاء ده مطلوب لعب بقى كينجي اتشي تو بقى لا 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 لعب نايت اي فايف سيب البيضاء يعني اه سيب البيضاء العب دلوقتي اي فور نايت بي فور كسر ولعب دلوقتي سي سيكس يا عمنا خسران بيضاء انا كده بخسر البيضاء التاني ما تقلقش هناكل هناكل ونطلب تكسير طب ما يرجع ما ينفعش عشان الفيلم متعلق فلازم يكسر وبعدين احنا كده سبنا ثلاث بيادة يا عم رحمنا بقى يا عم ما تخافش هتاخد بيضاء ومربع الترقية مرقبه والبيضاء ده متعلق والبيضاء ده متعلق والبيضاء ده ممكن يتدفع في حماية الحصان ابيض بيكسب شكرا يا ستوك فش ريح اسن الظهرك شكرا نايت دي تو لعبت في المباراة الحصان يعود نايت سي فور رخ على عمود نايت اي فايف نايت جيفاهات الحصان الجامد يا عم تفضل ماجنس يا ماجنس انت بتخسر فرق قوله بش بف ثري اقولك قوله كوين اف تو وتعالى ديله مات لو هو اكل الفرق ياخد مات لا 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 ما هسيب له الفرق يلا يا هنزي خد الفرق خد الفرق يا حبيبي ولعب بيسيكس وحياتك حلوة ان شاء الله اني خايف انا مااخدش الفرق هنالعب بش بيسيكس يا ثلاث نقلات تاكتكس لوحد يزعم انه فشر القادم مايشوفش الثلاث نقلات ده معنى انه بيلعب ماجنس ومرعوب قولا واحدا كوين بي فايف وبيني وبينك شطرنج على الطوب ليفل عايز قلب ميت قلب ميت يعني لا انت ولا عشرة زي عارف الجو ده انت يعني ماجنس اللي مشهور وكده وانا برضه قامت جدا ولازم يكون في ثقة بالنفس من حديد تتهز تلاقي الامور بزت منك كده هاد سيبني في حالي دي كانت بلندر ليه دي بلندر غريبة اقولك ليه لحاجة ماجنس معملهاش بس انا عايز اقولك ان بدم انت تقدر تاخد الهوك بتاع الدفعة البيدقية دي وتفتح السكة يعني تعطي كده ماجنس لعب دي نايت بي فور هنا اي فايف جامدة لو عمل كده ناهيك عن ان الفيل ده بقى تعبان جدا يعني بس بعد ما يأكل يأكل فيه كمان سي سيكس وفيه حاجات حلو بس الفيل ده اهم حاجة انه هم مش احسن فيل في الوجود يعني شكله كده حزين ايضا اكلت البدأ بمنتهى الهدوء ريئة يعني ولو حط الفيل في وشك معرفش ممكن تاكل تاكل وتضغط على الربطة كوين سي فور اي سيكس بشب افتو هذا الشكل سينتج الى فوز الابيض بعد قليل يعني ولكن هذا لم يحدث في المباراة اكل 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 يعني ماجنس ما لعبش اي فايف دي اساسا ليه لان ماجنس معه 16 ثانية فمش عايزين نعقد الامور هانز معه تقريبا دقيقة تعالى تعالى واخيرا اسود هو اللي لعب اي فايف ولكن هو لعبها في موقف لم تكن الافضل كوين سي سيكس اعمل بلوك للبيدة عشان ما يحصلش الحركة دي في لحظة وضغط على البيدة ممكن كانت تكون افضل فكرة اي فايف الملعوبة ان انا بضغط على الفيل اليعني وكده وفي قطعة ورامش محمية بس ماجنس قال له على فكرة كيش انا حميد كل حاجة وهمشي اكل اكل عادي انا معايا تلت بياد على واحد في جناح الوزير بشيب جي سيفن كينج جي تو اف فايف كوين دي فايف اف فور خلاص ماجنس هنا بيكسب بس هيعملها طبعا بشياكة اقول له سي سيكس علامة تعجب طبعا لو كالت باكل لو كالت بدفع لو مشيت بعمل كده ده يعني يوم ما انا ما عملش اي حاجة عايز اعمل حاجات ممكن اقعد اعمل كده طبعا يعني ده موجود برضو ولكن ماجنس الراجل اكل بال بالمشكلة دلوقتي انك لو دفعت البيداء فا هيكله وبعدين تاكل فياكل ما يصحش صح فماجنس ماشي عاوز هذه الدفعة قال له تعالى نكسر قال له بجد والله نكسر ماشي ايه لا بجد والله تديني روح كاملة ماشي ماشي اذا هتنسحب طيب انسحب ماشي يلا سلام 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 ماجنس كارلسون يعمل ثلاث غلطات التلاثة يعني الاولى كان بتدي التفوق واضح للاسود التانية كان بتعمل الصفار للاسود التالتة كانت برضو اقرب الى التعدلية والتلاثة ما يعقبهمش هانز الذي يزعم انه من افضل لعيب العالم ان لم يكن يعني هو شايف ان هو فيشر القادم انت لاتا تخيل عارف لما حد يطلع يقولك ماجنس لسه عايش اصلا ماجنس القادم وخبالك فهو فيشر ده حد جامد جدا يعني فلا ده مش اداء فيشر فيشر كان البوميت فعلا كان سفاح فعلا واللي ما يعرفش عن فيشر يتفرج على بعيدا عن سلسلة بعيدا عن كتاب مبارياتي الستين الخالدة الكامل على القناة ايضا الستين مباراة شرحناهم على القناة هناك ايضا ستة صفر ضد مارك تايمانوف ستة صفر ضد بنت لارسن بنت ده اسمه اسم الرجل مش بنت لارسن زي ابن بطوطة بنت لارسن وخمسة ونص اتنين ونص ضد بيتروزيان الى ان ذهب فاز ببطولة المرشحين وراح يلعب سباسكي كل هذه السلاسة الموجودة على القناة طيب هنعمل ايه بكرة بايا عزيزي توقع ان احنا كل يوم ان شاء الله عندنا حلقة من الاهلا بالسريع وعلى العصر هتلاقي حلقة جديدة من عصر ده لو الساعة خمسة ستة بتوقيت مصر مباراة جديدة للتجران بيتروزيان عادة المباراة بتكون مش المباراة الصلبة بحت فحت بتاعته اللي هي تشلك لا في مباراة فيها ديناميكية وتضحيات ايوة ساعات بيضحي وبيضحي فرق بشكل يدرس فيستحق المتابعة هذا الرجل وبالليل هنعمل بث مباشر وزي الكل ان شاء الله احنا طبعا متعودين كل يوم اتنين نعمل بث مباشر لكن ان شاء الله هنعمل دلوقتي البث المباشر كل خميس نعمل بطولة اسبوعية الساعة تمانية ونص بتوقيت مصر ده علشان المدارس بدأت ويوم الاتنين ده في منتصف الاسبوع وعادة الطلبة يحبوا يرفاهوا عن نفسهم الخميس والجمعة والسبت نعمل نص الاسبوع زاكر وهتم بدراستك ودي حاجة مهمة جدا تعملها ويوم السبت ان شاء الله من كل اسبوع برضو الساعة تمانية ونص هنعمل لعب مع منتسب القناة بإذن الله رب العالمين لان هؤلاء المنتسبين بصراحة مش مدينهم احنا حقهم قوي فكانوا من انواع الشكر يعني نلعب معهم راكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته